تونس وهذه الزيارة هي الأولى إلى إفريقيا صحيح مارك أسمر يبدأ اليوم جولة مغربية اليوم في تونس نهار الخميس في غدوة في الجزائر والهار الجمعة في المغرب الجولة هذه رسميا تهدف المناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة التنظيمات الارهابية هذا رسميا في تونس أسمر يشوف قيس سعيد ووزير الخارجية التونسي وبش يلقي خطاب بالمقبرة الأمريكية في كارتاج المقبرة هذه اللي فيها تدفنوا فيها الجنود الأمريكيين اللي ماتوا في الحرب العالمية الثانية في منطقة شمال إفريقيا وبش يناقش موضوع تهديدات الارهابية على تونس ارتباطا بزوز تنظيمات اللي هو تنظيم داعش وتنظيم القاعدة بش يناقش زادة موضوع يقولوا هكا رسميا حتيتوا بين ذفرين عدم الاستقرار الإقليمي الذي تزيد من حدته الأنشطة الخبيثة للسين وروسيا في القارة الأفريقية وهذا هو بيت قاسيد يعني أن الولايات المتحدة بعد غياب قولوا واحدة في الأشهر الماضية وربما في السنتين الماضيتين عن منطقة شمال إفريقيا وليبيا تحديدا اللي اعطا الفرصة لروسيا بش تعاوى ترجع وبقوة عطا الولايات المتحدة حتى كي بعدت عطات بالوكالة لتركيا لكن تركيا خدمة الروحة ما غدت مسل للولايات المتحدة وخاصة خاصة غياب الولايات المتحدة في العامين اللي فاتوا فتح الباب للسين بش تقرب برشة لفريقيا عن طريق المنطقة شمال إفريقيا وهذا اللي ماهيش قبلة الولايات المتحدة ذاك علاش رجعت سياستها بقوة لمنطقة شمال إفريقيا عن طريق أقوى شي عندها وأهم شي بالنسبة لدول المنطقة اللي هو المسألة الأمنية ارتباطا بالإرهاب في تونس زادة فما زوز مواضيع بشي نقشهم لكن ما قالوش عليهم المسؤولين الأمريكيين ولا حتى تونسا ما تونسا بطبيعتهم ما يقولوا في حد شي الزوز مواضيع هذه هي المساعدات العسكرية الأمريكية لتونس لأنه نعرف أنه نقصد في المدة الأخرى في العوام الأخرى بالرغم من وضع تونس كحليف استراتيجي خارج الناتو بالنسبة للولايات المتحدة والنقطة الثانية هي نقطة خلافة كبير في السابق التاريخي اللي هو القواعد العسكرية فما قاعدة عسكرية أمريكية في تونس ولا لا هذا اللي الأمريكان يحبوا يذزوا في تجاهه شكرا لك تفير في الجزائر في الجزائر كل ما فقط هو أنه راهي أول زيارة لوزير دفاع أمريكي منذ 15 سنة لأنه آخر زيارة أعمالها رامسفيلد في فيفري 2006 لوليد لا بستمحوني غدوة بش نحكيه في الموضوع لأنه جاء وقت الأخبار هذا البروجيكتور اليوم تقديم للزيارة غدوة بش نتسأله علش بدي من تونس شنو معاني الزيارة هذية حقيقة ما هي المواضيع التي ستناقص شكرا لكم ترك كحلاوي شاكي بدروي صوفيان بنحميدة مرسي بكو الأخبار